جاء مشروع البنك الدولي الجديد بتخصيص عشرة ملايين دولار أمريكي لدعم الابتكارات من أجل التعلم في ثلاث محافظات ليكشف جانبا من الواقع المأساوي الذي يعيشه التعليم في العراق التقرير أكد أن رأس المال البشرية في العراق يمثل 15% فقط من إجمالي الثروة وهو أحد أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويرجع إلى حد كبير إلى ضعف نواتج التعليم وأضاف أن سنوات من الصراع وأوجه القصور الهيكلية قادت إلى نظام تعليمي غير قادر على تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب الذين يعجز أكثر من 90% منهم عن فهم ما يقرؤون وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تسرب الطلاب من المدارس الابتدائية زاد في الآولة الأخيرة بينما لم يتمكن نصف الطلبة من الفئات الأشد فقرا من إكمال تعليمهم وفي بلد يعاني من الفوضى الأمنية والفقر والفساد المالي والإداري مع انعدام الاستقرار السياسي ينعكس الفشل في إدارة الدولة على النظام التعليمي بشكل واضح حيث يعاني القطاع من ضعف التخصيصات المالية وقلة الأبنية المدرسية نهيك عن انعدام الكفاءة والافتقار إلى الموارد الكافية والسياسات التربوية والتعليمية الخاطئة ونظام الجودة الضعيف وسوء المرافق التعليمية والتسرب على نطاق واسع والمناهج القديمة وغير الملائمة للتعلم الحقيقي إهمال الدور الحيوي للتربية والتعليم في العراق وجعله رهينة التدخل السياسي والتلعب البيروقراطي قضى على نظام كان يعد يوماً الأول على مستوى المنطقة ليتحول إلى بقايا نظام مهترئ ينتظر معونة من المنظمات الدولية علّها تسهم في ترقيع بعض من جوانب الخلل والقصور التي تتسع وتوشك أن تنهار به اشتركوا في القناة